الآن مباشرة إلى إفادة لأطباء ترامب حول حالته الصحية ونخطط لذهابه للبيت عمد 72 نساء منذ حالة ارتفاع الحرارة الماضية وأخذ الأكسجين أيضا وكل حالته طبيعية قد يكون قد خرج أو تعافى تماما ولكن وضعه الكلينيكي يدعم إمكانية تعود الرئيس إلى البيت وهو محاط بالطباء المرموقين على مدار الساعة طبعا سأقدم لكم أي حاطة كما شاء الدكتور كولي تتواصل حالة الرئيس في تحسن وصلت درج حالته لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وليس لديه أي مشكلة في التنفس خلال تقييمنا اليوم رأينا أنه يمكن له أن يعمل من البيت الأبيض أعطي دكتور باردن فيما يتعلق بالعلاجات مرحبا ومساء الخير أؤكد لا شرف عظيم أن أكون ضمن هذا الفريق العظيم من مركز وطر التب بالأمس أخذ جرعة ثالثة من دوائكم دي سيفير نحن سنعطي الجرعة الرابعة هذا المساء قبل أن يعود إلى البيت الأبيض واتخذنا ترتيبات لإعطائه الجرعة الخامسة والسادسة في البيت الأبيض الخطة اليوم هو أن يأكل ويستريح ويعمل وأعطي الكلمة إلى دكتور جيسون وهو خصائي الأمراض التنفسي مساء الخير جميعا أولا أود أن أقول أنه لا شرف عظيم لي أن أكون ضمن هذا الفريق الطبي الذي يعنى بالرئيس منذ وصول الرئيس إلى مركز وتريد تلقى إدارة تبية تتماشى مع الإرشادات السرية في التعامل مع كوفيد-19 وعملنا بشكل وثيق مع كثير من المختبرات المتطورة جدا للحصول على تشخيص متقدم وإحاطة فريق البيت الأبيض بشأن حالة الرئيس وقدرته على نقل الفيروس إلى غيرها كما عملنا بشكل وثيق مع فريق وتريد لضمان أننا ننظر عن قرب لتجنب الإصابات حتى يستطيع الرئيس أن يعود بسلامة إلى إقامته أعطي الكلمة الآن إلى الدكتور كونري الذي سيجيب على الأسئلة أشرت لي ذلك يا مستدو أؤكد ذلك نحن ممتنون كثيرا لطاقم التب في فوت الريد وكذلك للمؤسسات الاتحادية والخاصة التي قدمت الدعم طالما تستمدل أمور في الاتجازة وهذا ما نتوقعه وكما غرض الرئيس نسعى لإعادته إلى البيت في وقت لاحق اليوم وأنا جاهز الإجابة على الأسئلة قلت منه تلقى دواء استيرويد وغالبا ما يعطى هذا الدواء لمرضى كوفيد الذين يستخدمون الأجهزة التنفس الصناعي فممدى سلامة عودته إلى البيت الأبيض نحن نعيد المرضى إلى بيوتهم ونعطيهم العلاجات أيضا إن متطلبات مغادرة المستشفى للرئيس تتقيد بذلك وهو يعود أيضا إلى ما كان به رعاية تبضية على مداري الساعة جميع التخصصات وهذا الفريق سيواصل أيضا تقديم الدعم في هذا الاتجاه ما هي الترتيبات التي تتقيدون بها فيما يتعلق بعودة الرئيس إلى البيت الأبيض الذي ظهرت به الكثير من الحالات إن الرئيس محاط بفريق طبي وعمني على مدى أيام كثيرة وبالأمس فإن الجهاز أو عملاء الخبرة السرية تقيد بنفس البروتوكولات ولدينا بعض التوصيات بشأن الحفاظ على سلامة الجميع في البيت الأبيض حتى يعود الرئيس وسنرى أين سيواصل عمله وما هو المكتب الذي سيعمل فيه وكما قلت هذا يتماشى مع كل ما كنا نقوم به في هذا المبنى وما فعلناه على مدى الأيام الماضية كما يتعلق بالتشخيص؟ هل لك أن تقول لنا متى أجرى تشخيص ظهرت نتيجته السلبي؟ لا أريد أن أعود إلى الوراء أتفهم هذا سؤالك إن تتبع المخالطين هي مسألة لا تعنيني إذا حاولنا طبعا نحن نحاول أن نعيد المرضى إلى بيوتهم بطريقة سالمة وأمنة قدر المستطاع طبعا عندما لا يكون هناك تقيد بهذه التعليمات فإن المريض يكون خطر لنفسه وفترة السبع إلى عشرة أيام هي المهلة التي قلتم سوف تركزنا عليها هل تشعرون بقلق إذا احتمال تدهور حالة الرئيس؟ وماذا بوسعكم أن تفعلوا عندئذ؟ هذا صحيح لذلك نحن نظل متفائلين بحذر وياقيدين أيضا لأننا في أرض غير معروفة فيما يتعلق بمريض تلقى هذه العلاجات في مرحلة مبكرة إذن نحن ننظر إلى نهاية هذا الأسبوع إذا وصلنا إلى يوم الثنين والحالة هكذا فيمكن أن نتنفس السعادة وكما قلت هو محاط بفريق تبي ويقدمون له الرعاية على مدار الساعة وثلاث أيام الأسبوع كيف يمكن أن تبقوها معزول في البيت؟ لست قادرة على إجابتي على هذا السؤال نعم بالأمس تحدثنا عن هذا الأمر فيما يتعلق من خفاظ درج حرارته والأكسجين في الدم ناقشنا هذا الأمر ضمن الفريق الطبي وطبعا إذا ما تنفاق من الوضع فإن المخاطر المحتملة والأثار الجانبية هي أمور ناقشناها ونظرنا في البيانات وقررنا أنه من أفضل أن نمضي قدما بدلا من المخاطرة بحصول انتكاسة فيما يتعلق بالصفر سنرى ما هي حالته الذهنية؟ هل لدي أي أعراض عصبية بسبب الفيروس؟ كلا أعتقد أنك شاهدت الفيديو وتغريداته وشاهدتهم أيضا لفترة وجيزة فهو عاد إلى الحالة كان عليها هل هناك تأثر رئتين؟ قمنا بتصوير الرئتين بطريقة معيارية وليس بوسع أن أصهب في مناقشة هذا الأمر أنت لم تقل لنا ما أظهرته لشاعة شاعة الرئتين هناك قواعد وأنظمة تحول دون قدرة على الخوض في هذه الأمور لأمن الرئيس وليعتبارات أخرى قلتم أن مستوى الأكسجين انخفض لدي عدة مرات نعم نعم تحدثنا عن ذلك بالأمس حدث ذلك مرتين وفي كل مرة أعطيناها أكسجين وتعافى فورا هو لم يعاني من صعوبة في التنفس وإنما استبقنا احتياجاته ولم يكن بحاجة للأكسجين هو يسافر على مثل طائرة الرئاسية دائما هل تشعرون بقلق بشأن سلامتكم وسلامة طاقمكم كما تقول مراكز الوقاية من الأمراض ومحاربتها فيجب الموضب على التشخيص وهذا ما نقوله داخل المستشفى نقوم به دائما على مدار ساعة لإنجاز المهام الموكلة إلينا هل كان يريد أن يخرج من هنا أن الرئيس هو مريض مذهل أثناء قامته في المستشفى وقد عامل يدا بيد معناك فريق تبي وطبعا اليوم هو يناقش كافة التفاف فيما يتعلق بالتشخيص ومستقبل ونحن أيضا نتحدث معه عن ما هو آمن وسليم وهو لم يضغط علينا على الإطلاق للقيام بأمور تفتقر إلى السلامة والعقلانية كلا لن أخود فيما قاله الرئيس وظيفة القلب والكلا هل هذه الحالة حسنة أو تتطور الأمور كلها طبيعية وهو ربما عنه من بعض الجفاف يوم الجمعة وشرب الماء وتعافى من ذلك والأمور مضت على أحسن ما يرى الشيء الأساسي الذي أعلن القيام به هو أن هناك دليل على وجود فيروس حي داخل جسمه حتى لا ينقله إلى غيره وهذا ما جعل خبراء الأمراض وشركائنا في الجيش وغيرهم يقومون بهذه التشخيصات إنه بمجرد أن نحدث ذلك نتصرف تحدثنا عن فترة عشرة أيام وتعليمات نحن طبعا نفحصه كل يوم ننتظر لعشرة أيام هناك احتمال ربما أن يحدث ذلك ولكن سنعرف بمجرد محدود ذلك وسنتواصل معه ونعرف حالته السريرية هل أعطيتم دواء هادروسكلوركين إلى الرئيس؟ لن أدخل في تفاصيل العلاجات والأدوية التي نعطيها هناك العشرات الأدوية التي بحثناها وناقشناها أيضا ضمن الفريق الطبي وهذا هو العلاج الذي اقترحناه هل يعاني من ألم في العضلات مثلا؟ كلا تحدثنا عن ذلك ليس هناك أي أعراض أما تتحدثين عنه وهو طبعا لم يعاني من أي سعال أو كحة أو تعب في العضلات وإنما هو عاد إلى حالته السؤال ما هي الفضلة يمكن أن يتسبب فيها بعدوة لدى غيره ربما الأيام الخمسة الأولى من المرض هي الأيام الحاسمة حيث يكون المريض عرضة لنقل الفيروس لغيره وهناك أيضا فترة العشرة أيام وسبعة أيام غالبا بعد عشرة أيام ينتهي هذا الخطر طبعا هذه ليست معلومة تنطبق على الجميع مئة بالمئة لن أعطيك رقما محددا ولكننا ننظر في هذا الأمر طبعا هل سيكون محجور في إقامته في منزله سنفعل كل ما يجب لسماحي للرئيس بالقيام بعمله بطريقة آمنة في البيت الأبيض هل استخدم أو هل أخذ أدوية مثل أدفيل مثل بالمناسبة هو لم يعطى أي دواء لخفض درجة حرارته على مدى اثنتين وسبعين ساعة هو يتلقى دواء روتيني علاجات كوفيد لن أعطيك تفاصيل عن هذه الأدوية قد أنه الرئيس عن من سعال الطفيف وأربما احتقان في الأنف يوم الخميس سألناك على المرة الأخيرة التي شخص فيها الرئيس وجاءت نتيجة تشخيصه سلبية لمعرفة فيما إذا كانت هذه العراض قد انتهت لا يعود الأمر لي طبعا أستطيع أن أقول أنه عندما عاد جلسنا معه وعرفنا حالته وسألناها عما يشعر به سألتك عن حالة يوم الخميس لن أدخل في هذا الأمر ما هو حجم الفيروس في جسمه لا أريد أن لدي أي معلومة حول كمية الفيروسات في جسمه بعض الفحوصات التي أرسلناها إلى غيرنا سوف تعطينا فكرة عن حالته حتى نتخذ القرار بأسماح له بالعودة إلى منزله أو إلى الإقامة طبعا لا يمكن أن نخوض في الكثير من التفاصيل بهذا الشأن هناك ربما في المستقبل نقاط سوف نثيرها وننقشها كان هذا كل ما لدينا شكرا لكم شكرا لكم